غسان الفطاير متقاعد عسكري يعتمد اليوم على التحويلات النقدية التي تصله من ابنه الذي يعمل في خارج البلاد لو ما ابنا بيبعث لنا كل شهر ما بنقدر نوقف على إجرائنا غسان واحد من كثيرين يعتمدون على التحويلات النقدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أفرغت جيوبهم نتخوف من هذا النمط لأنه سيتفاقم مع تفاقم الأزمة في لبنان فعلى المدى الطويل يتقلص الاستثمار في رأس المال البشري الهام في لبنان حيث تحولت الاستثمارات إلى وسيلة للبقاء وقد لاحظنا أنه منذ العام 2019 انخفضت مرتبة لبنان على مؤشر التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في تقرير أطلقه حول الدور المتزايد للتحويلات النقدية وأهميتها في لبنان أشار إلى أهمية هذه التحويلات في ظل الظروف الصعبة وتوقف التقرير عند النسبة العالية للعمولة التي يتم اقتطاعها والتي تصل إلى 11% وقد تؤثر على قيمة هذه التحويلات أهمية الدراسة أنه هي بتسلط الضوء على دول المختربين والتحويلات اللي يبعثون وهذه يلعب دول كثير أساسة بالاقتصاد اللبناني ويساعد الأسر اللبنانية أن تكمل لقم تعيشه نحن نشوف بهالدراسة كمان أن لبنان من أغلى البلدان اللي بياخدوا عمولة عادي التحويلات تقريبا 11% وهذا تقريبا 5 أو 6% أكتر من المعدل بالعالم وهذا عم يكون على الظهر الناس اللي محتاجوا لهالمصاري وهون لازم يكون فيه محاولة لخفض هذه العمولة لأنه ما في سبب أنه بلبنان يكون عمولة أعلى بكتير من غير البلدان تقدر قيمة التحويلات سنويا بما يقارب 7 مليارات دولار أمريكي رقم يضع لبنان في المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب ويرى البعض أن استمرار هجرة الشباب يساهم بشكل مباشر إلى ارتفاع سقف هذه التحويلات الملاحظ بحسب شركات تحويل أموال أنه في عام الأزمة 2021 و2020 بدأوا يلخظون تحويلات بقيمة 50 دولار لم تكن موجودة سابقا وهذا ما يدل اليوم على أولا أزمة اللبنانيين بالخارج الذين يحولون الأموال وثانيا على الحاجة المتزايدة للبنانيين في الداخل يشدد التقرير على أهمية وجود إطار ناظم مناسب لترشيد استخدام التحويلات النقدية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو مبادرات النهوض والتنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية ثم تميأت بيربي أن التحويلات النقدية من المغتربين اللبنانيين باتت تشكر اليوم شبكة أمان اجتماعية للكثير من الأسر اللبنانية التي ترى بهذه التحويلات أنها تؤمن لهم ولو جزءا بسيطا مما فقدته العملة الوطنية من قيمتها الحقيقية نتيجة الانهيار المالي الحاصل في البلاد سحر أرنقود الحرة بيروت